رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة عن الواقع الاقتصادي اللبناني الذي اعتبره بخطر بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة وبمؤتمر صحفي عقد ببيروت عند ختام جولة الوفد توقع رئيس البعثة إرنستو راميراز أن يعاني الاقتصاد اللبناني من ركود تضخمي بأفضل الأحوال ستاكفليشن وصولا إلى التضخم المفرد هايبر انفليشن بظل استمرار الحكومة بطبع الأموال لتمويل نفقاتها دون حلول مستدامة ما سيؤثر سلبا على مستوى حياة اللبنانيين لسنوات قادمة راميراز أكد أن الاتفاق على مستوى الموظفين SLA نهائي بالنسبة للصندوق الذي اتفق على بنوده مع الحكومة اللبنانية وردا على سؤال للأم تي في بيان راميراز أن الصندوق يطالب بمعالجة كاملة للخسائر المحققة في القطاع المالي كبداية لمسار إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والبدء بتقديم المساعدات وحدد أن الحكومة والمصارف والمدعين سيتحملون الخسائر فيما الاتفاق مع الحكومة على شطب الودائع من ميزانية مصر في لبنان قائم ما سينعكس مباشرة شطب للودائع التي تتخطى المئة ألف دولار وعند سؤاله عن أموال النقابات والصندوق الضامنة بيان راميراز أنه بإمكان الحكومة اللبنانية توسيع مروحة الاستثناءات من الشطب إلا أنه حذر من أن توسيع المروحة قد يعني عدم معالجة التعثر بشكل جذري وانتقد راميراز قانون السرية المصرفية الذي لم يأتي بحسب المطلوب ولا يزال يعيق إعادة هيكلة المصارف الضرورية فالبنوك الغير قادرة على الاستمرار بحسب راميراز ستغادر السوق أما بتقريره المعروف بالارتكل فور فأعلن صندوق النقد الدولي أنه بدون الإصلاحات السريعة سيغرق لبنان بأزمة لا نهاية لها فيما المصار البديل لا يزال مطروحا عبر الإصلاحات وأهمها تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة إعادة هيكلة النظام المالي عبر الاعتراف بالخسائر الضخمة التي يحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها بصراحة توحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية وأصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بظل عدم قدرتها على الاستمرار كما أكد الصندوق التزامه بمساعدة لبنان ترجمة نانسي قنقر